بنشوف أمرتنا الجميلة في فستان أبيض راوعة وبطلنا الوسم عينيه حتاكل من جملتنا حتى وفي حفلة زفاف أسطوري الأصناف الحلوة مترصاصة والكل مبسوط بس فيه في الركن شابين وحلهم غير كده خالص وتقريبا كده بيعيطوا بيقولوا معقولة الملك الجميل خلاص اتجوزت وعنيهم على فرسنا الوسيم كلها غير وحسد أما قيل نفسه فبيكون مش مصدق نفسه وبأنه أمنيته في وجودها جنبه خلاص اتحققت وأمرتنا اللي الكل شاغل بلو بيها ببتسمة حلوة بترحب بكل اللي حواليها وبتلمح شاب بشعر برطقاني بصص عليها فبتسأله عن إيه اسمه وهو بيقول لها اسمي قاين وقال متغزى منه وبتقول هو ده الشاب البرطقاني المجنون اللي قبل كده خطفني وجابني هنا بالعافية وهو بنسان طويل بيقول للأميرة لازم تكوني مبسوطة بجوازك من قائدنا ولازم كمان تهتم بيه وزميله اللي جنبه حطت إيده على بقه علشان يسكته والكل بيقوله القائد لو سمعك هيعجبك أما أمرتنا فبكل رئة بتقولهم أوعدكم أني أهتم بقائدكم لأنه هو كمان غلي عندي وبعدها بنشوفها مستني يا بطنة وفي خيالها قد إيه كانت جرقته معها في آخر مرة وده بيخليها بتحس بالكسف منه وهي مستنياة وبعدها هو بيدخل وهي بصاله كأنها شايفاة لأول مرة ولما بيجي بيقولها ما تزعلش من قيد ده طوله عمره كده ريحة منه وهي بتقوله هو بس مهتم بك جدا ويمكن يكون لسه مش عارفني وبتلمح ابتسمة لطيفة على وش فارسنا الوسيم وبتقول كايل ألطف بكتير لما بيبتسم وهو كمان النهاردة أوسم بكتير بالبدلة بس ليه هو أهدب كتير من عارس فيهم فرحه ولما نظرتها له بتطول هو بيسألها شايف حاجة غريبة فيها وهي بتقوله في نفسها هو الراجل ده ما بصش في مراية علشان يعرف قد إيه هو وسيم وأمرتنا بتبتسم في وشه وبتقوله أبدا ده البدلة لا يقعلي جدا لكن شوف ده وبتوريله عقد جوازهم وهي بتطلب منه من النهاردة يدوها كده صراحة مع بعض ويعرفها حتى لو حبت كله قوضة منفصلة عنها وفارسنا بيتبن على وشه علامة الصدمة وبيقول لها ليه عرستي مش واخدبلها إنه النهاردة يوم فرحنا فبتقوله آه صحيح وبيفضله كده بص لبعض ومتى نحن حبتين وبعدها بيسألها إيه اللي عايزة تطلبه مني وبتقوله كل اللي عايزة تطلبه منك أرجوك بلاش تخلني وصرحني حتى لو في أي وقت فقدت حبك ليا وبطنة بيكون رده بإنه بيقربها منه وفي لحظة أخ الرومانسية بيقول له أنا حفضل كده دايما ويعف حبك وهو بيشيلها من إيديه بكوكتيل رومانسية وجمودية لحد ما بيوصل لقضيتهم وأمرتنا الجميلة بتبصله بعينها الحلوة فبيقربها منه لكنه بيلاحظ عليها تعبها وبيلمس شعرها برقة وبيقول لها حسيبك ترتاحي لكنها بتنديله قبل ما يسيبها وبتقوله خلي الجنبي وفعلا بينفس طلبها وبيقعد جنبها وبيفضل كده باصص للملك الرئيق لحد ما بتغمض عينيها وبيقول لها تصبح على خير يا أمرتي وبنروح لمكان تاني خالص وبنشوف شاب في حالة من الجنون وبيقول إزاي تاتيانا تتجوز غيري ومعاه الملكة اللي هي عمته وبتقنبه على إنه ضيع الأميرة من بين إيديه لأنها وبكل بجحة منه أفشته كده بنفسها بيخنها وهو أليكس خاطبها اللي قسر قلبها في الماضي وبليفل بجحة أعلى بيقول هي اللي اهتمت بكرامتها زيادة عن اللزوم كأميرة وابنها للكونتيسة والملكة بترد بأن الكنتيسة لاريسة مش حتضحي بكل اللي وصلت له ولو حتى علشان بنتها لأنها أسكى بكتير من كده وهو بيرجع بغلي يقول إزاي قدرت دلوقتي تفضل علي الزئب الأسود فبتقوله ما تنساش إنه أصبح بطل في المملكة كلها بعد إنقاذه لولي العهد وهو دايما بيحرصه وبنعرف إن ولي العهد هو رينيي وأمه الملكة متتبعد ولادته والملك اتجوز بعدها من الملكة الجديدة تشارلز وهي معها دلوقتي ابن عنده عشر سنين وأكيد من مصلحتها إنها تزيح ولي العهد رينيي من طريقها والزياب الأسود اللي دايما بيحميه وبنعرف طبعا إن هي نفسها عامة الأمر تدلع أليكس وهي بعد ما كل ده بيدور في بالها بتحس برضو إنها مش عايزة تتصرف بتهور وبتقوله أنت لازم دلوقتي تنساها وقوعى تقولي إنك بتحبها والدلع اللي رايحة منه بيرد عليها أنا لازم حرجحها ليا من تاني والملكة بترد عليه أنت مجنون وبتدور على المشاكل وبتديله ظهرها وبتسيبه وبتمشي وبنروح مع فرسنا لما كان بعيد في وسط الجبال وبنشوفه وهو بيحرب الوحوش ومع إنه زي عدته بيخلص عليها كلها بس النهار ده هو آخر سرحان وبيفتكر أول ليلة له مع أميراتنا وبيسأل نفسه يا تارى هي واخدة موضوع جوازنا إزاي وبعدها بيحس إنه قتل الوحوش الحاجة الوحيدة اللي هتشغله عن التفكير ده لكن ده قبل ما تعدي لحظة بيبتسم لإنه بيحس إن ده مستحيل وإنه سرحان فيها حتى هو بيقتل الوحوش وبعد كده بيجي صاحبه وبيقف يتكلم معاه وبيتجيله نصحك ده وبيقوله خد بالك إن أميرات إيلة إلى الملكة بيهتمد كلهم السيطرة على تفاصيل الأصر اللي هم فيه وقيل بيقوله ليه ما قلتنيش إيه الحكاية جيه قبل كده فبيرض لإنك ما سألتنيش وفرسنا بيسرح وبيقول والله فكرة كويسة وممكن تخلي تاتيانا تلاقي حاجة تشغلها وتكون ساعدة بيها ولما بنروح لها بتكون لسه صحية من نومها لكنها والثواني بتستعرى بالمكان أول لما بتصحى وبعدها بتنتبهه بتقول أه صحيح ده أنا اتجا واستقيل مبارح لكن راح فين عريس الوسيم شكله كده صحي من بدر قوي وهي بتتحمست فكرة إنها حتستنه لحد ما يرجع من شغله وجي حاجة جديدة عليها بس لزيزة وبتسمع صد حد بيستأذن علشان يدخل وبعدها بتشوف أربع خادمات فبتقول أكد هم مجداد وقيل جابهم علشان خدمتي ولما بتسأل عنه بتعرف إنه فعلا خرج من بدري وبعدها آن بتسألها عم لقه دلوقتي وبتقول لها لأنك إمبارح كنت تعبانة وكمان سموه فضل طلل للجنبك وهي بتفتكر فعلا وجوده إمبارح جنبها وقد إيه كان رقيق معاها وبتروح أمرتنا علشان تاخد فطارها وبتلاقي رئيس الخدم موجود وبيفاجئها وبيقول لها سيدي حيعود في خلال أسبوعين وهي بتصدم وبتقول له أسبوعين إزاي يغيب المدة دي كلها وهو بيفضل يحكي لها عن الوحوش اللي هجمت المدينة وإنه كان لازم بمنتهى السرعة يقضي مع فريقه عليها وهي بتسرح وبتقول في روحها في حاجات كتيرة أنا لسه مش عارفها عنه وبعد كده بتقول لآن تيجي معاها لإنها محتاجة ترتب حاجات كتيرة وآن بتقول لها حاضر وبتسبقها علشان أمرتنا تحصلها وبعد كده بتشكر رئيس الخدم لاهتمامه بيها والراجل شكله كده ما بيصدق وبيقف جنبها وبيديها راغي عن إنه مستعد يقدم روحه علشان القائد اللي تقريبا كده هو مربيه بنفسه وبعدها الحال بيفضل كده وأمرتنا منتظرة الفرس لحد ما يرجع ودلوقتي بتوصل مجموعة من الفريق ومعهم سندق كتيرة وبيقولوا القائد هو اللي بعتها وهي بتشوفها وبتقول لكن دي كتيرة جدا وبيرد أوين بأنه قائدهم أمر بتوصل السندق جي وهم كل اللي عليهم تنفيذ أوامره وهي بتقول في نفسها وهي مستغربة سندق ايه هو مسافر عشان يحرب وحوش وبتقول لهم خلاص دخلوها القوضة وأنا هشوف ايه اللي مهم وايه اللي مش مهم فيها وآين ايه البرتقاني اولا ما بيسمعها زي عطو بتروح منه وبيقول له انتي بتقول ايه القائد بتاعنا كل حاجة بيبعتها مهمة جدا ولما بيقرب رئيس الخدم علشان يساعده بيتجنن عليها اكتر وبيقول له ابعد ايدك وبيقول لفريقه يلا علشان ندخلها بنفسنا ودلوقتي وبعد ما كل ده بيخلص أمرتنا بتدخل وان معاها علشان يشوفوا ايه اللي جوه السندق الغمضة دي وهم الاتنين اول لما بيفتحوها بيصدموا من اللي بيشوفوه جواها والجواهر اللي قدامهم بتخلي عناهم من الصدمة فانجل وان بتقول لها ده كنز يا مولاتي وامرتنا بتقول لها وطي صوتك لازم يكون ده سر عن الجميع وهي بتقول في نفسها الظاهر اني كل شوية حكتشف في زوجي حاجات جديدة واخر حاجة اكتشفتها فيه انه بطل حرب اغنى مما تصورت او تخيلت او حتى اي حد امي كانت عايزة تجوزهوني من اجل المال قيل طلع اغنى بكتير ولما بتروح عشان تنام بتكون حاسة انها كل ما بتعرفه اكتر بيدهشها اكتر وعيون امرتنا الجميلة بتغمض وبتروح في النوم لكن بعد ساعات قليلة بتصحى على صوت الخدم وبتعرف انه فارسنا واصل وهي بسرعة بتفتح عينيها وبتقوم من سرارها وجاري بتروح لحد عنده اما هو فبيكون بيجي اوامره للفرسان وبيقول لهم اهتموا بالخيول لانهم تعبوا معانا في رحلتنا وجاملتنا تاتيانا بتقف وبتنجيله وهو اول ما بيبص لها بيلقاها زي الامر قدامه وبيسألها ايه اللي صحك دلوقتي وله جيتي هنا بنفسك وبيكون لسه بملابس الفرسية ودرعه عليه من قصر الدم وبيلقاها بتتخض فبيقول لها ده دم من الوحش الكتير اللي انا قتلتها وهو بيبعد خطوتين علشان ما تتفزعش منه لكنه بيلقاها بتمسك ايده وبتقول له ما تقلقش ما فيش مشكلة فبيقول لها طيب ايه المشكلة وامرتنا بتاخده من ايده لحد السنة دي اللي هو بعيدها وبتقول له فهمني ايه ده اما هو فبيرد وبكل هدوء مالها وامرتنا بتقول له مش ممكن بتتكلم وكأن وجود كنزي بالشكل ده شقعدي جدا وفرسنا بيهجيها بانه بيقربها منه وبيقول لها تقدر تشتري اي شيء نفسك فيه وهي بتقول له بتبعتلي كنزي زي ده علشان اروح اعمل تسوق وبيرد لاني عرفت ان الامرات اللي زيك اكتر حاجة بيحبوها المجوهرات والفساتين الجميلة وهي بتقول له يمكن اكون بحبهم بس هما مش اهم حاجة عندي فبيرد عليها وانا دلوقتي اصبحت ديه مسئوليتي وامرتنا ثوست ما بتتفرج بتلاقي جوهرة كبيرة بلون احمر وبتكون روعة ونورها بيشاع حواليها وامرتنا بتسأله عنها وهو بيقول لها انها قلب التنين الاسطوري بلايسك ودي جوهرة ما بتتقدرش بتامن وانا فرحت بيها علشان اقدمها هدية لامرتش الجميلة وامرتنا بتحط ايديها على بقه وبتقول له ارجوك استنى عليها شوية انا قلبي مش مستحمل المفاجأت جي كلها مرة واحدة ومحتاجة اني اهدى اما فرسنا الوسيم فبيقول لها معايا استعدي لمزيد من المفاجآت اللذيذة وبيقربها منه في لقطة مليانة بالرومانسية وبعدها بيلقاها بصاله بكوكتلك يا توريقة لكن ده فرسنا لما بيبص لأيديه بيتوتر وبيقول معقولة انا نسيت اني لسه جاي من المعركة وما كانش لازم اقرب منها وانا على حال تجي بس غريبة انها حتى ما تأثرتش ولو للحظة فبيقول لها وهو متلغبط انه هيروح يرتاح لكنه بيلقاها بتقوله ارجوك تستنى وهو فعلا بيستنى وبيقف جنبها وقبل ما امرتنا تروح في النوم بتقوله وكأنها بتحلم انها مبسوطة لانه ادها السعادة والحياة الجميلة واللي كانت فكرة انها مش هتعيشها تاني ابدا لكنه بيقول في نفسه الامور مش هتكون بالسهولة دي ولما بنروح للأصر الملكي بنشوف حرب وقتين بيتخنقوا مع بعض وهم الملكة والكنتسة المغرورة وكل واحدة منهم بتزعى في وشة تانية وبتحملها مسئولية جواز الاميرة من الزئب الاسود قايل وبعد خلقة طويلة بتخرج الملكة وهي مولعة وبتسيب الكنتسة ام تاتيانا بتتكلم مع اختها ونيرفانا بتقول في نفسها فعلا امي ما بتتهزش ابدا وطول الفترة اللي فاتت ما وقفتش الحفلات وبعدها بتأثر بتقول لامها مش مصدقة ان اختي كانت في حفلة الزفافها لوحدها فبتسألها شكلك كده عايزة ترجعي على اقتك بيها ونيرفانا بتقول لها اكيد دي الحقيقة لكن بنشوفها وبكل قصوة بتقول لها لازم تعرف ايه اخرت اختيارها الغلط وكمان تندم ولما ده حيحصل وهترجع حبقى استقبلها واسمحها وبنرجع لابطالنا وامرتنا بتسأله ناوي تعمل ايه بالسروج كلها وهو ببرود بيرد مش عارف وبيفضله شويتين كده لبعض متنحين وبتقول له لازم تكون مهتم اكتر من كده يعني انا مش مصدقة انك تسيب جوهارة قلب التنين الاسطوري بالشكل ده وبنفس بروده بيرد وبيقول لها ما انا مش هعرف اعمل كل حاجة وانا كل مهارتي في الحروب وقت للوحوش ولو كنت استمرت كنت هرجع بسروة اكبر وهي بتقول له فروحها هو فيه كنز اكبر من كده مش ممكن وامرتنا بتحاول تفاهمه انه اهمية السروة دي انها تخليه يكون احسن بس ده هو بيصدمها وبيقول له انا بكره الامور دي كلها لانها حتخلي الناس تتكلم عني وعامة دلوقتي كل شي اصبح ملكك وبيخليها تتجنن وبتقول له افتكر انك لازم تشاركني وعلشان برضه السروة دي لازم تسعدنا سوا وفي مكان تاني خالص وهو حديقة الاصر الملكي بنلاقي فيه شخص بيدخل وبيتكلم مع كونتيسة عن اللي هو عرفه وبيقول لها عن فرسنا الوسم كايل انه مفيش عنده اي رصيد او اي ممتلكت باسمه وهي بتقول له غريبة انا اعرف ان قائد للفرسان زيه لازم يبقى عنده سروة جبيرة لكن يا ترى هو مخبها فين وبيبلنا ان اللي بيتكلم معها هو زوج بنتها نيرفانا وبتقول له لو هو عايز الامور تتحسن بنا لازم يعرف انه ده مستحيل من غير ما يدفع تمن غلي جدا وهو بيرد لكني متأكد من انه انسان بيتحكي عن اخلاقه اما هي فبتسرح وبتحكي عن بنتها تاتيانا واللي النبوءة قالت عنها انها من يومة ولدت حتنام على وسادة من الجواهر الغالية وبتقول وانا صدقت النبوءة دي لكن ليه اللي حصل كان عكس كده خالص اما نيرفانا اللي سمعها فبتزعل من حل امها اللي جشعها بالفلوس خلاص جنانها وزوجها بياخدها في حضنه وبيقول لها ما تزعليش فبتقول له انها قلقانة من امها اللي عامل عداوة مع الملكة من ناحية ومن ناحية تانية مع قايل الفارس اللي محدش يعرف قد ايه قوته ولما بنرجع لامرتنا بنلاقي الحال عندها غير الحال وهي اخر انشغال بيكينز اللي اصبح في ايديها كده في يوم وليلة وان بتكون معاها وامرتنا بتقول لها لازم نفرس كل حاجة من الجواهر دي لوحدها وده هياخد مننا ايام وان قدامها الجواهر دي كلها وعنها بتلمع وبتقول لامرتنا تقدر دلوقتي تعمل اي حاجة نفسك فيها وهي بتقول ده حقيقي ممكن احقق كل اللي نفس فيه وبتسرح وهي بتقول لكن ده لازم يحصل وهو جنبي وبعدها هي بتروح تتمشى شوية وبنشوف فارسنا الوسيم جاي من قدامها باخر سرعة وهو بعد ما بيبصلها شوية بيسألها صحيح ليه ما جبتيش فستين جديدة وهي بترد عليه مش معقولة هو ده بس اللي لفت نظرك بعد كل كلامنا سوا وامرتنا بتروح المكتبة وبتعرف معلومات عن التنين الاستوري بلايسك وبيسموه تنين النار وقبل ما بيموت بيحرق نفسه بالنار جيه ومش بيتبقى منه غير القلب الاحمر وبتعرف ان الشخص اللي بيحاول يخرجه لو ما طلعهش بسرعة بيتحرق معاه وبتتخض وبتقول يعني قيل كان طول الوقت ده بيعرض نفسه للخطر ده على كده مجنون رسمي وما بيخافش من الموت أبدا وده اللي حسيت بيه في أول مرة شفته فيها وسبني من غير ما يقول أي حاجة وحتى لما رجع بعد أيام كل اللي قالهولي كان سؤال والحد دلوقتي بيعملني بيقل كلام وكل ما بيشوفني بيسألني وفوست سرحانها فأفكارها بتلمح أمرتنا في الفاترينا فوستان بيلفت نظارها وبيفكرها بسؤالوا ليها ليه ما اشترتش فوستان جديد لحد دلوقتي وبتقول كان عايزني أبيع قلب التنين علشان أشتري فوستان وده مستحيل لكن أنا هتصرف وأول لما بتدخل البيع بتقول لها اتفضلي ولما بتبص لها بتعرفها وهي بتسألها عن الفوستان اللي عجبها لكن البيعة بتعتذر لها لأن فيه وحدة سبقتها وأخدته قبلها وبتظهر لنا بنت بتزعق للبيعة بأخر عصبية وبعدها هي وأمرتنا كل واحدة منهم بتبص للتانية لأنها افتكرت إن هي نفس البنت اللي خطبها السابق كان بيخنها معاها لحد ما بيظهر بنفسه الأمر الدلوع وبينادي على أمرتنا أما هي فبكل برود بترد عليه وبيتعصب وبيقول لها إزاي بتعامليني رسمي أوي كده وبين عليه إنه بتزودها على الآخر في الشرب ومخليها طينا وهي بتقوله إنه مفيش بيننا أي معاملة وهو بتروح منه زي عطه وبيقف كده يتنطط وبيقول لها لازم تعامليني ألطف من كده أما البنت المروشة اللي معاه فبتقول لها أكيد انت غير شيء مننا أول ما شفتنا سوا وأمرتنا بترد عليها بإنهم أقل من إنها تشوفهم وبتسيب المكان وبتمشي لكن ده الأمر الدلوع بينجي عليها وبيزق إيد البنت المروشة وبيطلع من المحل كده جري وراها وبيفضل ينجي عليها فسط كل الناس اللي حواليهم وهي بتقول له ما تجيش ورايا بالشكل ده لكن ده ده بيخليه يتجنن أكتر وبيعل صوته بإنها لازم تسمع كلامه وبيكمل بإنها لازم تسيب الشخص اللي أقل منه واللي غلطت وتجوزته وأمرتنا بتقول له ما ينفعش حتى تحط نفسك مع فارس شجع زيه في جملة واحدة ده لو عايز تحافظ على حياتك وإلا هنديهولك والواج بتروح منه وبيشدها من قيدها وهو بيقول يا ريت تنجيه ده أنا أمير مل على الملكة وأكيد هكون أحسن منه لكن ده قبل ما يكمل جملته بيلاقي فيه قيد قوية بتمسكه وبتشده وبتحدفه لبعد بشدة وبيظهر إنه هو فارسنا الوسيم واللي بيكتفه وبيقوله أنا جتلك بنفسي ومن غير حتى ما حد ينجيني أما أميرتنا فبتبقى مش مصدقة عنيها والأمير ادى اللوعة بيبدأ يعيض بين إيديه وبيقول لها وليله يسابني وفارسنا بيتغلي منه وبيقوله أنا قلتلك ما تكلمهاش أبدا والله الودة بيلعف عدد عمره وبعدها بيبدأ يقول لكاين بلاش تتهور قبل ما تعرف أنا مين وبيخليه يديله خبطة جمدة تاني بيرجع يعيض يا ابني انشف شوية وأميرتنا قبل بيخلص عليه بتقرب منه وبهدوء بتقوله كفاية عليه كده وهو فعلا بيسيبه والمجنون ما بيصدق وبيهرب من قدامه بس ده بعد ما بيبعد شوية بيعرفه بأنه مش هيسيبه وهيشتكيه في القصر الملكي أنا قلت الودة بيلعف عدد عمره لكن فارسنا الجامد بيبتسم بيستهزق وبيقوله أعرفك إن أنا ما بيهمنيش من أي حد أبدا وبيسيبه وهو تقريبا كده من الرعب اتجمد في مكانه وبعد ما أبطلنا بيتمشو شوية بيقفه وأمرتنا بتسأله ليه من الأول جاه وراها وهو بيقول لها بكل بساطة أنا عملت كده لإني قلقت عليكي وأجيني فعلا جيت في الوقت المناسب وأنا عملت كل ده زي ما طلبت مني وبيخليها بتقف وبتحاول تفهم وبتقوله إزاي أنا طلبت منك إنك ترقبني وفارسنا بيرد لكن إنت طلبت مني أهتم بيكي وأنا عملت ده بطريقتي وأمرتنا في اللحظة دي بتستجمع كل شجعتها علشان تسأله إنت ليه من الأول سيبني الوحدي وإزاي بعد كده تبقى مهتم بي وبعدها بيرد عليها ورده بيصدمها وبتعرف إنه فضلتول الليل جنبها لحد ما تطمن عليها والصدمة الحلوة بتخلي جاملتنا بتلمسه بأيديها وهي بكوكتيل كية تورقة بتقرب منه وبتصلحه بطريقتها الخاصة وفارسنا الوسيم بيقربها منه بآخر جمودية وهي بتقول لنفسها من طريقة حضنه ليه عرفت إنه وقع في حبي وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا إعجاب وده بيفرحني ويعرفني إنكم عايزين أجزاء تانية من الملاخص وكمان تشتركوا في القناة علشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول باي باي ترجمة نانسي قنقر